يعني مين بيجيب لكم اناقة وشياكة وجودة حلوة استوديو حلو وافلام ومسلسلات واشياء مفيدة والله العظيم لازم تحطوا لعيك على الفيديو من بدايته من دوما نحكي ولا كلمة المهم طبعا هاي الاناقة هاي كله انسوا الموضوع يعني اكيد ما رح اصور وانا حيطت هاي اساسا انا يعني بفكر عرسي كله ما اصور وانا حيطت المهم الاناقة هاي كله مشان فيديو ريل رح ينزل على الانستغرام في اللي مهتم رابط انستغرام موجود تحت في الوصف وانسكر القميص لانه حيسس الوضع بلاش يصير مش تمام ايوه يا طريق اش هو فيديو اليوم يا جماعة الخير بكل اختصار يعني اشي مش طبيعي ابدا عم بيصير على نتفليكس فيما يخص افلام الاكشن فيلا بدون اي تاخير تعالوا نحكي عن 3 افلام قادمة من انتاج نتفليكس افلام اكشن ولكن اكشن يعني اكشن في كل ما تعنيه كلمة اكشن من معنى ونبدأ مع الفيلم الاول اللي هو فيلم اكستراكشن يا جماعة فيلم اكستراكشن نزلت عنه مراجعة يمكن يا خامس يا سادس فيديو في القناة هلحكي قبل سنتين طبعا لا تروحوا تفرجوا الفيديو او اذا بتروحوا شوفوا المراجعة بس حاولوا يعني اضغمضوا عيونكن وحاولوا قدر الامكان ما تسمعوا الصوت بشكل كتير منيح لانه الوضع كان يرثائله بس بكل اختصار فيلم اكستراكشن واحد من اجمل افلام الاكشن اللي شفته وبنفس الوقت بالنسبة الي فيلم اكستراكشن هو افضل فيلم اكشن بعام 2020 فبصراحة انا جدا متحمس لأكستراكشن الجزء الثاني بحكم انه في بعض الاشياء يلي فعلا محمسة هذا الفيلم ليس من نوعية الافلام اللي انت بتستنى منه قصة كتير اسطورية هذا من نوعية الافلام اللي انا ممكن اشبهلك ياها فيما يخص الاكشن بسلسلة افلام جون ويك طبعا مع بقارن انا هون ولكن الاكشن اللي انت بتاخده من هذا الفيلم اللي هو اكشن بس اكشن خلص انت بتاخد اشياء او بتاخد جرعة اكشناوية فعلا ممتازة واحدة من اكثر الاشياء يلي متحمس لها بالجزء الثاني مشهد اكشن مستمر من دون ما ينقطع طول المشهد حسب ما حكوا يا اتناش يا ستاحش دقيقة المصادر اختلفت في هذا الموضوع ولكن منها مؤكد انه رح نتفرج على مشهد اكشن بلقطة واحدة من دون ما تتغير الكاميرا نفس المشهد رح يستمر بلقطة واحدة لمدة اتناش او ستاحش دقيقة وهذا شيء جبار شيء جميل جدا واذا بدكم روحوا تفرجوا على الجزء الاول من اكستركشن بشكل عمو فيلم جدا جميل رح تاخدوا جرعة اكشنوية حلوة وركزوا انه بهذاك الفيلم كان كمان في عنا مشهد لقطة واحدة تقريبا استمرت 8 او 10 دقايق يا جماعة الشيء فعلا كان جميل جدا وانا جدا متحمس لهذه النقطة بالجزء الثاني طبعا كريس هيمسورث واحد من الممثلين الجيدين جدا فيما يخص الاكشن كمان عطانا دور جميل في الجزء الاول واكيد انا متحمس له الجزء الثاني بعد الشيء اللي صار معه في نهاية الجزء الاول في الجزء الثاني رح نرجع نشوفها بعد سلسلة الاحداث اللي صارت معه وبعد فعلا خلينا ما وصل للموت رجع من الموت ورح يشوفه فيه مهمة تانية وتحديدا رح يشوفه عضو في القوات الاسترالية بعد ما يتم تكليفه بمهمة مستحيلة قاتلة واللي هي وباختصار انقاذ اسرة رجل عصابات جورجي انسان لا يعرف عن الرحم اي شيء موجود بالسجن فرح نشوف شلون شخصية ريك رح تروح وتانقذه وتانقذ الاسرة وبالمناسبة الجزء الثاني رح يكون فيه الكثير من المشاهد اللي 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 علاقة في التلج واجواء استراليا اجواء جورجيا رح نتنقل ما بيناتهم فبالتالي الموضوع رح يكون جميل جدا فيما يخص المشاهد اللي عينك رح تستمتع اكيد وموضوع الاكشن اللي ما توقع يكون كمان ممتاز واحد اكيد من افضل الافلام يرح تنافس فيما يخص تصنيف الاكشن انا متحمس جدا لهذا الفيلم اذا انت كمان متحمس اكتب لي تحت في كومنتات قبل ما ننتقل للفيلم الثاني اذا بدك افلام ومسلسلات وانميات اكشن من الطراز الرفيع في تحت بالوصف رابط من واحدة من اقوى المنصات بالعالم تحوي على مكتب ضخمة من المسلسلات والافلام والانميات منصة ستارز بلاي جايب لك منها سبع ايام فري ببلاش كل اللي عليك انك تزعل الرابط الموجود تحت في الوصف بتدخل عليه بتختار البلد اللي انت موجود فيه ومن بعدها بتدخل رأى موبايلك والف مبروك الاشتراك رح يكون ساري مفعوله برجع بعيد الرابط موجود بالوصف ننتقل للفيلم الثاني واللي اسمه مبايا عليه كتير صعب فاسمعوا معي ننتقل للفيلم الثاني اللي هو فيلم هافك المهم يا صديقي انه هذا الفيلم لمجرد ان يقلك من بطولة توم هاردي فأتوقع خلاص لازم نوقف ونهدي شوي لانه يمكن الحماس يصير كتير كتير عيلي توم هاردي بفيلم بنتفليكس فيلم اكشن رح يكون جميل جدا جدا توم هاردي المعروف لا يعرف من بيكي بليندرز لا فينم لا دا دايك رايسز كل الادوار اللي عمله توم هاردي كان له بصمة انا بشوفها واحد من افضل الممثلين يلي بيقدر يتقمص اي دور بالدكية فجدا انا متحمس لهذا الفيلم بس لانه توم هاردي موجود وطبع القصة الفيلم ما يبطاله فبعت فشل صفقة مخدرات فرح يتم تعيين محاقق لحتى يدخل في عالم الجريمة والهدف هو انقاذ ابن رجل سياسي مفصول واثناء هاي الرحلة رح يتم الكشف عن شبكة كتير كبيرة من الفساد هذا الفساد اللي فعلا عم بيأثر على المدينة باكمله طبعا بدأ تصوير هذا الفيلم بـ 8 يوليو 2021 صلو زمان كتير وانتهت تصوير باواخر 2021 وكان من المتوقع ان الفيلم يتم اصداره بـ 2022 ولكن تم التأجيل ولحد الان ما في موعد رسمي لهذا الفيلم ولكن كل الاقاويل عم بتقول انه خصت لازم في النص التاني من هاي السنة 2023 هذا الفيلم يكون موجود عنها ننتقل يا صديقي للوجبة الدسيمة الثالثة واحد من اكثر الافلام المنتظرة مو بس على نتفليكس انما من اكثر الافلام المنتظرة بالعالم كله لكل محبين افلام الاكشن مين مستحيل تاخدوا جرعة اكشن افضل من هذا الفيلم يلي ان شاء الله يكون على قدر المسئولية وقدر التوقعات بالنسبة للأسماء اللي موجودة فهو تتقول انه جايسون ستيثم وكينو ريفز مع بعض في بطولة مشتركة لفيلم اكشن اتوقع هون كمان لازم نوقف ونهدي شوي لانه الادرينالي ممكن يكون وصل لفلكتير عالي فلازم نهدي حالنا حتى ما يصير معنا اشياء ليست في الحسبان مشاكل صحية اتوقع انه يصير معنا مشاكل صحية لانه الحماس والاكشن رح يكون موجود ما هو طبيعي ابدا وبالمناسبة جايسون ستيثم من الممثلين يلي بيقوم بالمشاهد الخطرة بنفسه ما بيحتاج لدوبلاير ما بيقول له انت عيا دوبلاير ان تعمل هالمشهد الخطير لا هو بيقوم بكل المشاهد وهذا الشيء يا جماعة بيأثر دائما في الافلام بيأثر دائما للمشاهد ذات نفسه انه فعلا وقت الممثل هو يلي يدي هذا المشهد الخطر بيكون عن ارتباط مباشر معه وجايسون ستيثم هو واحد من هدول الممثلين يلي بيقوموا بالادوار الخطيرة واللي اكيد متميز جدا بادوار الاكشن واحد من افضل ممثلين افلام الاكشن هذا جايسون ستيثم وقت نحكي على كينو ريفز نحكي عن جون ويك مثلا ولا ايش بدك يعني احكي انت بس اللي عن ايش بدك يعني احكي شلون بدك اوصف لك كينو ريفز على اي اساس بدك اوصف لك يا ما بنقدر انحنا نوصف كينو ريفز والشيء اللي شفنا اكيد بعد الجزء الرابع من جون ويك يعني تخيلوه مع جايسون ستيثم بفيلم واحد لا الموضوع رح يكون جدا حماسي الفيلم رح يكون بعنوان The Redemption واللي هو كالعادة رح يكون موجود بنتفليكس وسط الفيلم تحكي عن مجرمين اتنين تم اصلاحهم رح يتم تكليفهم بمهمة القضاء على ضابط شرطة فاسد ولكن لحد الان ما عندنا معلومة دقيقة هل هن اتنين رح يكونوا شركاء بهي المهمة يعني هل رح يجي واحد ويقلوه انتو اتنين رح تشتغلوا مع بعض وطلقوا القبض او تقضوا على ضابط الشرطة هاد ولا هاد يلي هو كينو ريفز مثلا وجيسون ستيثم رح يكون هذا الحال وهذا الحال والمصارح رح تكون مشتركة ورح يلتقوا بنقطة معينة هاد الموضوع رح تلقى الان ما هو واضح ولكن يعني انا توقع شخصي اذا كانوا هن اتنين هاد الحال وهاد الحال يعني هاد عبشتغل الحال وهاد عبشتغل الحال وبعدين اهدافهم مشتركة فرح يلتقوا بنقطة وحدة رح يصيح مباراتهم صراع يا جماعة جنون العظمي رح يكون شيء رح يكون فعلا جميل جدا اذا كانت القصة في عمق مو مجرد هيك فيلم انه اكشن حلو اوكي لانه نحن ضمنانين الاكشن ضمنانين انه هدول اتنين يعطونا اكشن جميل جدا ضمنانين الانتاج الممتاز ولكن انا بس خايف على موضوع القصة يعني اتمنى يكون في قصة حلوة مثل عادة في عمق معين بهالقصة لحتى فعلا ناخد واحد من اجمل افلام الاكشن الفيلم لحد الان قيد التطوير ما في اي موعد لبدء الانتاج او بدء التصوير لسه يعني امطولين لهذا الفيلم ولكن النقطة اللي بدي احكيه من خلال هذا الفيديو بالنهاية انه نتفليكس عم تشتغل بطريقة انا شايفة انه هي حلوة فيما يخص افلام الاكشن تحديدا حاليا كلامي فقط عن افلام الاكشن فبصراحة انا شايف انه في عنا شغل جميل شغل عم ينعمل بطريقة حلوة وانا مترأي بهدول الثلاث افلام وطبعا في الكثير من الافلام اكيد القادمة حتى يمكن يكون افلام اكشن كتيرة ولكن من وجهة نظر الشخصية هدول هنين اهم ثلاث افلام لازم نستناهن من نتفليكس وإلى هنا نكونوا قد انتهينا من هذا الفيديو اذا عجبك لا تنسى اكيد اللايك عليه تشترك تعالي في القناة زي حد لا مالك مشترك واكتب لي نسبة حماسك عن هالثلاث افلام تحت في الكمنتات نشوفكم اكيد الفيديو القادم سلام عليكم